بسم الله الرحمن الرحيم الشباب الدورة الاولى شابه عندك الاساسية. يعني حاجة كده هو. لو حابب تكمل شابه على كده مستقبلا على الدورة كان بها شباب. عاوز يعني يتقف عندها لحد شباب. برضو معك سيستم. تمام? مضافين. لحد ارشفها وترحيل الرواتب شاب من الشهر للتاني. طيب خلينا بس نفكر حاجة كده ايه? احنا خلصت هنا مع بعض. تمام? بالدورة دي. اول حاجة كده ايه? تعلمت معي ازاي انزل لارف العشرة. تمام? وازاي شاب ايه? انزل اللوحة عندي قدمي تمام? نسخة العارفة منها. وازاي كمان حاطك ايه 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 اجسم اللوحة وهيدر وفوتر. ثم شاب ايه اعملنا بعض موضوع تتجير الدخول يا شباب. وحاطك ايه شباب الدورة كلها يا شباب. كانت شغالة ازاي معنا على تمام? ثم شاب هنا حاطك ان ايه عملت معايا بالضبط العام من نظام بتاعنا. وهو يا شاب عبارة عن ارضية يا شباب بنظام بتاعي. تمام? ما تنفعش حاطك ان انا ايه? اه اشتغل جبل ما اعمل اولا ان عندي الضبط العام بتاع نظام بتاعي. ثم يا شاب بعد كده انتقلت مع حاطك ان هو ايه? الى تكويد عندي السنوات المالية. تمام? مش رحنا مع بعض. يعني السنوات المالية يا شباب. ويعني ايش شهر اللي ما يا شاب المفتوح حاليا يا شباب؟ salute على الدور وهكذا. بعد كده انتقلت مع احاطك الى تكويد الفرود. تمام? نشكين اى مجمع شباب بيكون عندك فيها مجموعة من فروق. ثم عندي بعد كده يا شباب انواع شفتات. الصباحي والمسائي والدعم الكامل يا شباب. هوكذا. ثم عندي اي منشاة بيكون فيها مجموعة من ادارات. تمام? وكل ادارة تحتوي على مجموعة من الموظفين. تم يا شباب. ثم بعد كده عندي شباب كل موظف يمدرش تحت ايه يشباب وظيفة معينة. تمام? داخل المنشاة بتاعت. ثم يا شاب عندي بعد كده يا شاب عندي مؤهلات الموظفين. انا شاب كل موظف يكون شاب عندي ايه وباخد عنده مواهلة شباب. تم عندي المواهلة عندي شاب الرئيسي بتاعه مش ايه الفرعي. بعد كده عندي ايه اندقلنا مع بعض الى ايه تكويد عندي شاب الاسلامية اللي عندي. تمام? وبعد كده شاب عندي انواع ترك العمل الاشتقال بتاعتي بيكون عبارة عن ايه? ثوة وفاة او فصلة وترك عمل وهكذا شباب وسني معاش. ثم عندي شباكين عندي الجنسيات عمناها مع بعض والدين يا شباب عندي للمسيحي الاسلام وهكذا. ثم بعد كده يا شباب عندي ايه? شؤون الموظفين. قلنا حضلك ان عندي قائمة الضبط العام دي يا شباب. تمام? تمثل عندي ايه? الارضية يا شباب النظام بتاعي. انا من غيرها ما عرفش اشتغل يا شباب. تمام حضلك? وده مديول معك اساس يا شباب مع اي ايه مستقبلا مع اي ايه عميل عندك. يعني انت مستقبلا عندك بعض المديولات مثلا يا شباب ممكن يديه العميل وبعض لا. لكن يا شباب عندي ايه شباب عندك اساسي. انا غير ما عرفش اشتغل به. طيب. ثم هنا انتقلت معاك يا شباب عندي على شؤون شباب عندي الموظفين. تمام? اه هنا شباب ابعت مع حضلك انها شباب تكويد الموظفين اللي عندي. تمام? وعندي شباب نوة بيانات اساسية للموظف. ثم شباب عندي بيانات وظيفية للموظف بتاعي. تمام? ثم بيانات اضافية. صح يا شباب? وعملنا بعد كده عندك انه هو اللي هو ايه عندي اه العرض بتاعي شباب والبحس انه هو كمان والعرض الخاص عندي الموظف يا شباب. تمام? وقلنا حضلك شباب هنا ايه مع كل الموظف يا شباب هنا ايه بحدة اللي مجموعة من البدلات السابتة الشباب اللي هي تلقائيا ميتين مسحبها على المرتب الشهر المالي بتاعي. تمام يا شباب? طيب. وهنا كمان بعمل معاك لصورة الموظف والشباب عندي. وهنا كمان لو عندك اي شباب ملفات اللي خص الموظف تقدر تتعمل اسم الملف وارفاق للملف الشباب ويكون عندك كمان ايه. طيب. بعد كنت قلت معاك شيء من ايه على انواع الشباب المكافأة اللي عندي. تمام? اللي هي بيكون عندي على المرتب. ده العلاوة والحفظ الثابت والمكافأة مباشرة واضافة لأيام الشباب. طبعا انا شغلنا كل اضافة اضافة تعديل حز في عرب. طيب. ثم اه شرحوا كمان انواع الخصم المالي الشباب اللي عندي. تمام? وانواع شباب بدلات للراتب اللي عندي. طيب يا شباب. بعد كده حاضرك ايه شباب? هنا انتقلت معاك على قائمة اجور الموظفين الشباب. تمام? هنا اه مع بعض ازا عرفتنا ازاي شباب هنا ايه نعمل يا شباب فتح الشهر المالي شباب. كده هو. ونحدد ليه تاريخ يا شباب بالبداية البصمة وانواعية البصمة. تمام? وبعد كده حاضرك هنا هو كمان يا شباب هنا عندي كيفس المكان ده هو. كده كان عندي الشهر المالي مفتوح. يظهر لي جنبيه ذراء اسمه يا شباب ارشفت المالي للشهر المالي. وارشفت كل الرواتي المفتوحة داخل الشهر المالي يا شباب. بعد كده انتقلت معاك ان هو يا شباب على جزاءات الايام. يجون احضر كل شهر كل شهر المالي عندي كده هو. تمام شباب بيكون عندي هنا شايف فيه ايه جزاءات ايام. طيب. وشباب عملنا بعض فيها الاضافة والتعديل والحزر. تمام شباب وابتباعة البحث بتاعي كمان. تمام? طيب. شرح هنا كان برضو ايه عندي على غياب الايام. كده يا شباب? هنا ايه الغياب بتاعي حاضرك هنا هو. وضيف الموظفين شباب. سواء شباب عندي ايه الغياب كان بصمة. او تحقيق. طيب. اه هنا عندي الخصم المالي كمان شبابنا هو. قلنا ايه كل شهر مالي بنزل على الموظفين اللي عندي شباب. اللي هو ايه الخصمات المالية الموجودة عندي. تمام? يعني مثلا كده هو مثلا الشهر. واللي ايه شباب كده ايه? شهر اتنين كده شباب. فاتحي معي حاضر كده هو. هابدعوا مثلا من خمسة وعشرين شباب كبصمة مش كشهر مالي. خمسة وعشرين اللي كمان شبنا عندي الخمسة وعشرين. وليكن كبصمة. مش شهر مالي. طبعا انت حاضرك ايه فاهم معي يعني من الاول الكورس يعني ايه اه تاريخ بصمة وتاريخ شهر مالي يا شباب. تمام? طيب. طيب يا شباب كده الفرحة كده هو. هنا كده شباب ايه? هو تلقائيا شباب بيعمل اسقاط من المقتبوين اللي عندك على الشهر المالي بشكل تلقائي جدا. فهنا كده جيس معيناه. انا وانا ايه ايه كان ليه احضرك حاتف Bank. فهنا كده هو في حاليه كان ليه وشباب فبراير فيه فهنا كده هو. فهنا كده هو. بالفعل هنا هو مثلا اكتر من خمسة بعاطفة. كده هو. ولكن ينجدها مثلا ايام يومين كده وشباب اضافة. تمام. ومثلا موظف طيام عاطف كده هو مثلا جيدا تحقيق أو بصمة شباب وهكذا تمام دي جدات اللي عندي طيب ثم مثلا شاب كده عندي ايه غياب الايام تمام مش هكي شرحه كمان لما قلنا كده حاضر ايه انزل غيابات ايام على الموظفين اللي عندي تمام شباب وعمل لها تعديل وعمل لها حزف وعمل لها طباعة طيب ثم الخصم المالي كمان اللي عندي على رواتف الشهر المالي مثلا موظف عاطف خصم المالي مثلا مثلا فوطير هاتف مثلا خبصو 100 جنيه لك يا شباب بالشكل ده طيب وصلف شهريك يا شباب معايا حالتك تمام تمام مثلا خبصو 100 جنيه يا شباب ثلفة شهرية وشباب كده عندي كمان باند السلف شباب عندي المستديمة يا شباب نقول نحاضر لك ان ممكن يكون ثلفة يا شباب نتجسم معاك حياتك لأكثر من شهر كده هو تمام وحياتك خبك لقائيا يا شباب بيتم السحب يا شباب آآ الجسط ده هو على مرتب الشهر المالي يا شباب المقابل للشهر الموجود حانيا يا شباب تمام يعني مثلا ده شباب مثلا جسط شهر واحد شهر اثنين تلاتة اربعة سحر شباب هو تلقائيا معاك ده التي عندك المرتب بيتسحب معاك دست شباب مستديم معاك على مرتب بشكل تلقائي طيب ثم رواتب الموظفين مفصلة شباب ما عاضي كده هو بعد السلف هنا شباب عندي اضافة الايام تمام مثلا عاطف يا شباب اضيف له مثلا كده اثنين يوم اضافة ليكن وكمان شاب هنا ايه مكافأات مالية شباب عندي مكافأات مالية مباشرة مثلا هنا مثلا مثلا ايه وليكن موظف عاطف كده هو مثلا هياخد علاوة او مثلا شباب اضافة ايام حافظ مباشر مثلا كونسومة جنيه تمام طيب وبدل متغير يا شباب مش ساب حاطك مثلا بدل اه معمولية مثلا شبك او صفالية مثلا شبك مجين ايه كشباب بعمل معاك بدلات للموظف طيب بعد كده حاطك هنا ايه رواتب موظفين مفصلة يا شباب معاي تم حاطك كده هو ايه هنا شبك كده ايه شرحنا بعضك حاطك كده قلنا ايه شباب وان حاطك كده عندي مرآه هو وعندي اه البحث بتاع شباب وكمان يا شاب هنا اول لو انت كودت مستقبلها يا شباب موظفين بعد عملية فتح الشهر المالي فانت كده ايه يا شباب الموظف ده هو منزلهش مرتب فانت يا شباب لو عاوة تنزله مرتب يا شباب داخل في جل الشهر مالي الحالي فانت كم تعملوا بشكل كده ايه شكل يدو يا شباب بعد فتح الشهر المالي. طيب. وهنا حاضر كده يا شاب كده هو. ادخل معك كده على تفاصيل المرتب. شاب كده بتاع موصل كده حاضر. تمام? هنا كده يا شاب ايه? هجيب لي شاب اجمال الرتب بتاعه والحافظ الثابت والبدل الثابت والبدل المتغير. وشاب عنده اضاف الايام وكافة مية شاب اللي عندي. وكان مستحق لي يا شباب. ثم ايه الخصم بتاعه شابه دي اجتماعي وخصم التأمين بتاعه شباب. وكان يوم جيزة. وكان يوم غيابة عندي لو موجود شباب. خصم مالي. صفة شهرية. قصة شباب صفة مستديمة. اجمال مستقضع. صاف المرتب بتاعه كان. صحك يا شباب? وهنا جلنا حاضر كده ايه? اقدر شاب مرتب اعمل له ايقاف في شباب? او اعمل له حاضر كعملية شاب عندي الغاية لايقاف. تمام? وجلنا كمان اقدر شاب اطبع المرتب بتاعك يا شباب بشكل مفرد. بشكل ده. ايه عندي اه 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 كمثلة اسطنبا واحدة. كمان هنا شاب جل смотрите يا حاضرك ان هو ايه اقدر شكر اطبع يا شباب عندي المرتبات اللي عندي يا شباب كده هو خاصة عندي شباب منображ ون moisturizing يا شباب تفصيلي يا شباب كل شباب كده بياخد معايا ورجع واحد يا شباب تمام? وعرفتن غذاك ليفية التعمل الكام ده اهو? شاب عندي موظفة يا شباب ورقة واحدة ورقة واحدة تمام? او كضباعي الباحس كده يا شباب اجمالي. طب حاضر كده هوا. كده انت يا شاب خلص معايا الدورة قولي شباب ودي شباب مجمل هكام عندي ستين ساعة قربلا عسوية. شاب الدورة دي حالتك لو انت كنت حابب ان انت ايه مسلا انت تطبق معنا على آآ الغرف العشرة. وشاب تفهم معنا ازاي بنعمل ازاي بنشتغل على الغرف العشرة وازاي نعمل الكلام دي كل شباب. في الاخر اه هو شاب معاك معاك مصغر. اللي هو شاب عندك ادارة مورة بشرية. لحد موضوع ايه الى الاخر يا شباب. كده فضل ايه 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 اكبر شوية يعني مثلا ايه 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 اي بردو شابا عندي شابا عندي قيمة الصالحية تمام؟ أعمى شابا عندي أضوال مستخدمية شباب وكل مستخدم دي صالحية يضيف ايه يعدل ايه يعرض ايه وكمان شابا عندي القيمة الدعم الفن شباب اللي هو عندك شاد داخلي تمام؟ ودعم الفن شباب مع مطور النظام لو انت ايه مسلا سيب له الثربة لحية كده يحل له ايه معه وبعد كده عندي مجيور اسم مراقبة النظام الشباب. اي حاجة على السيسم بتاع بيتم عندي. لازم شاب ايه يتسجلها مراقبة النظام. ثم شاب عندي مجيور اسم متقيير الحصائية شباب. ثم شاب عندي مجيور اسم مشتركات. لو انت مستقبلا. مثلا شاب عاوز مثلا احد مثلا اشترى السيسم منك. بشعر معين. فحسب كل شعر شباب بتعمل له ايه قيود على عدد الموظفين شباب. يظهر له ايه تخفي له ايه. فيبقى عندك مجموعة من الاشتراكات. تمام شباب. لكن انت بف كان ليه تكون انت ايه تضبك معانا على الارف العشرة. وتعمل شاب كثيرة المصغرة مشروع ليك مثلا. شباب قلي بالك. هو كده معك ده يدير معك اي مكان. تمام شباب هو بفعل حاليا يا شباب. من غير الحقيقة دي كلها لحد موضوع شاب المرتب المالي ده هو بالفعل حاليا. يعمل شاب اكتر من المكان وشغل بايه وزي الفل. مش مشكلة معك خالص. لكن لو انت عاوز تكبر فيه شاب ويجب معك كده ايه حاجة كده تشبه ايه او ربية شباب. نفس انت عملته معايا في الكورس بت المبيعات حالتك. حيكون معاك هنا هو يا شباب. دورة شاب رقم اتنين يا شباب. حبدها معاك من بعد ستين ساعة دي يا ربا. حبدأ معاك فيها ايه في تطوير استنظام الحال يا شباب. وحبدأ كده معاك في كده امور كده معاقلة شوية. فانا حبيت اقول لك ايه يعني الموضوع الجاي هيكون صعب. مش مش سهل. تمام? فأي. طيب اي شايف هنا بموضوع عندي يعني ناس كده بتبعث على عاوز للدورة الاولى دي كاملتا لموضوع ايه سابق الانشهار. تمام? ط طيب ايه شاب اولا كده كده جدا شاب على الكورس سواء في يوديم او يوتيوب شباب فعليا شغالها معنا. وشباب فعليا وصل معنا لحد فيديو الحالي كده او. فالناس ده فعلا شباب تعبت جدا في الكورس. فحرام ايه مثلا ده اجي بعد كده ان الكود ده هو مع حد غيرها شباب. من غير ما هو تعب او ايه شاب ايه بذل اي موجود فيه. لان هي مثلا حابة مثلا يكون معها منتج بعد كده البيوع شباب يتربح منه. يعني الصراحة هو تعب في الشغلة بتاعه. فحضلك احنا قلنا ايه? احنا شباب بالفعل. الفعل جدامنا صورة الكود ده هو بتعمل دوت الكشعار يا شباب. لبعض الناس اللي موجودة عندي على الكورس سواء شباب في يوديمي. تمام? فعليا شباب تشغالها معنا وتابع معنا. طيب حضلك ده هو عشان ما كنت فيه ظلم يا شباب للناس اللي ايه منتابع معنا على الكورس في يوديمي يا شباب مثلا. تمام? احنا ايه شباب اخدنا رأي بعضهم يعني ان حضلك كده ايه طالما حضلك مشترك يا شباب على الكورس في يوديمي. تمام? وحضلك ا عامل تقييم خليص على كورس يشباب على يودن يا شباب. وحاضرت انا بشوف ان انت متابعة سبب محتوي كبير بالكورس على يودن يا شباب. يبقى انت كده ايه يبقى انت بالفعل شغال معنا في الكورس انت كده يا سباب من حاجة انت تعمل ايه? لأساب تاخد معايا الخاص من تسعين في المية سباب على للدورة الاولى شباب. تمام? يعني حاضرت هتواصل مع الصفحة. تمام? هتبعد اسمك. حاضرت انت بشارك على الكورس. تمام? حتى هتحصل على خصم كبير جدا جدا. تمام? يعني احتصل حاجة بزيجة جدا. على ان انت ايه? تتحصل على كاملا للدورة يا شاب الاولى بتاعتك. ده لو انت يا شاب عندك خيام مشكلة. تمام? اما حدك لو انت مش مشترك بالكورس وعاوز الصور سوكود. يعني هيكون سعر يا شاب مختلف جدا على اللي هو ايه? مشترك على كورس وعمل تقليم يا شباب وهو متابع معنا المحتور. فمن حاجه ان هو شاب يحصل على خصم كبير. نكون معنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.